السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضرتكم في لقاء جديد في سلسلة ليرننج فيم ويرفي سفير سيفن. النهاردة ان شاء الله هنكمل موضوع ازاي اه نوفر عندنا اي سكاز ستوريج سيستم او شيرز ستوريج اه بتكون نكت على الاسكس اي عن طريق الاي سكازي. اه علشان نقدر نطبع الموضوع ده بشكل عامل. طبعا احنا قبل كده شرحنا فكرة الاي سكازي كوبونت ايه المكونات بتاعته. والفيديو الفات كنا شرحنا اه ازاي نوفر الاي سكازي او باستخدام سوفت وير. اه النهاردة هنشرح طريقة بديلة عن علشان لو في حد مش قادر يستعمل البرنامج ده او مش قادر يوفره. في طريقة تانية يعتبر بدون اي سوفت وير ليه باستخدام اه مايكسوفت ويندوز سيرفر. حاليا في الويندوز سيرفر اه سواء استعملت ويندوز سيرفر الفين وستاشر الفين وستاشر او اول في اتنين وعشرين متاح حاليا الاي سكازي تارجت اه كرول في الويندوز سيرفر بس ان انت بتعملها طيب احنا بالزبط اللي عايزين نعمله حاليا ان احنا عايزين نطبق الفكرة او الرسمة اللي موجودة قدامنا دي. طبعا زي ما احنا شرحنا قبل كده بالتفصيل. الجزء ده ده هو او اللي عندنا اللي هي بتستعمل اه طبعا اه في الواقع العامل اي ده هتكون بقى وقواها وهيبقى وهيبقى الهاردات دي هنقسمها المجموعة من اللانس وتقدر اللي عندنا وده الجزء اللي في الاسفل هنا. الجزء ده كده هو ده اللي احنا اه شرحنا المرفات وقلنا ممكن تستعمل هنا برنامج زي ده ده بس مجرد للتدريب والمذاكرة بس عشان تستعمل موضوع ده لان طبعا فيه صعوبة ان انت تقدر توفر موضوع طبعا مكلف حتى لو هتجيبها مستخدمة ومش هنحتاجها لأفكام لها بس. اه فطبعا قلنا ممكن تستعمل كسوفت وير او ممكن تستعمل الفكرة اللي هنشرحها دلوقتي ان الجزء ده كله هنستعمل البديل لي. ويندوز سيرفر عندك الفين وستاشر الفين وتسعتاشر او الفين اتنين وعشرين. بس ان انت بتنستول عليه اه الرول اللي هي. وبالتالي اللي بيحصل عندنا ان انت تقدر دلوقتي تكاريت بداخلها ده اللي هيزهر للسكس عندنا فبالتالي يبقى داتا ستور عندنا. طبعا زي بقولنا تستعمل ستار ويند تستعمل اه الويندوز سيرفر ايس كازي تارجت ممكن فيه سوفت وير وسوليوشن كتير دانية اه تقدر تنفز بيها او توفر بيها ايس كازي ستوري سيستم زي اه فري ناس وغيرها من السوفت وير وفيه بعضها مجاني لكن ده انا بصراحة اللي بفضلهم لان هم اه ابسطهم لان احنا مجرد بس ده للتدريب. طبعا في الوقع نعمله مش هنستعمل خالص اي شيء من ده. طيب كل اللي احنا بقى محتاجينه عندنا هنا هندخل على اه مايكسوفت ويندوز سيرفر ده موجود عندنا طبعا اه زي ما كنا شرحنا في بداية الكورس ان انت عندك او بنحتاج اه في ام على ويندوز سيرفر او ويندوز سيرفر بوجعم حتى لو ده هيبقى نازل عليها احنا احنا قلنا هنحتاج معنا وبنحتاج اه برضو اه معنا فبالتالي انت ممكن تستعمل نفس ده او نفس ده ان انت هتقنسطول عليه اه بدون ما تحتاج اي مساحات كبيرة او كده بس ان انت يكون فيه مساحة في بتاعه متوفرة زي ما نشوف طب على فرض ان هو ده بقى السيرفر بتاعنا الويندوز سيرفر ده طبعا ويندوز سيرفر او فيون تسعة واشر كل اللي احنا نعملها هندخل على السيرفر ونقول له اد رول بتضيف رول زي ما يكون الرول دي هي رول طبعا الناس اللي في حضراتكم اللي دارسين ويندوز سيرفر يعرفوا من الكلام ده اه اكتر مني لما بنيجي هنا في الرول في رول مشهورة جدا هنفتحها كده في سيرفز هنلاقي موجود عندنا طيب ده هنحتاجه طبعا في حاجات تانية سيرفز كتيرة رول كتيرة احنا اللي محتاجينا في السيرفر بتاعنا الايس قاضي سيرفر ونقول له مش محتاجين اي شيء في الفيتشار لو محتاج يعمل ربوت هو يعتبر ما بيحتاجش يعمل ربوت لكن برضو ندهله هيبدأ ينستول السيرفز دي عندنا او الرول بمعنى مضاقة اي طبعا بتاخد سوانا علشان اه احنا الفكرة بقى اللي كل اللي هنعملها لما هو احنا هنستعمل او اللي موجود في الويندوز سيرفر ده اني ناخد منه جزء والجزء ده هيبقى عندنا اللي بتستعمل اللي هنضيفه على بعد كده فبالتالي لو جينا كده كاريتنا فولدر كان ناحية تنظيمية بس كاريتها فقط على طول اه ونقول له مسلا او زي ما كنا مسلا عامين في الستار ويند كاريتين مسلا زي ما تحبي يعني والفولدر بس ده كان ناحية تنظيمية خلاص الانستليشن كده خلاص كده مش محتاجين اه حاجة تاني هنا طيب ازاي بقى نبدأ نكاريت اللن عندنا او اللي هتظهر كا اه نضيفها بعد كده عشان تعمل الموضوع ده برضو من السيرفر مانيجر هنا لو جينا في اللوكال سيرفر بالشكل ده في بيضيف لك هنا الرول اللي اسمها لو احنا مش منزلين الرول دي ما كانش تبقى موجودة دي على طول في السيرفر مانيجر هنا في لانه في الجزء بتاع الفايل بتلاقي عندنا هنا شوف طبعا فاضية خالص هنبدأ بقى نكاريت اه اللي هو الفيرشوال ديسك ده هو يعتبر هنضيفها بعد كده طبعا ده معيد تاني ده فقط اللابات يعني انت هتستعمل في اللابات لا يفضل خالص انت هتستعمل حاجة زي كده لانه يبقى المنسباتي بشكل كبير كده طيب الفيرشوال ديسك اللي انكاريته ده هيبقى لان فنقول له كريت الفيرشوال ديسك فاحة كده طبعا هو هنا محدد هوات المكان هنقول له مثلا براوس كده وندي له مثلا الفولدر اللي احنا احتاجناه تمام يبقى هو ده الفولدر اللي هتكاريت فيه اللي عندنا هنقول له مثلا آآ آآ اي اسم زي ما تحب اه تيجي بقى المساحة طبعا انت ممكن يبقى ممكن يبقى ديناميك مش هيفرق معنا هنا دلوقتي التفاصيل دي لو قلنا له مثلا هتبقى المساحة بتاعته خمستاشر جيجا مثلا طبعا في الواقع العامل المفروض اللاندي بتبقى مساحات بعدد اتراض كتير لكن احنا هنا بس كاسميوليت الموضوع يكفينا المساحة دي وهنقول له آآ كده يعتبر الهاب خمستاشر جيجا آآ طبعا هنقول له مش هنستعمل احنا ايسا كل حاجة عندنا جديدة فهنقول له الانيم بقى طبعا احنا ممكن تكاريت اكتر من لان فكناحية برضو تنظيمية انت ممكن يبقى بتحدد له الاسم هنقول له برضو آآ لان زيروان عشانه يبقى عارفينها هنا بقى الاكسس سيرفر الاكسس سيرفر دي آآ كنوع من انواع علشان تحدد مين اللي يقدر اكسس المفروض هنا ايه اللي هنضيفها هنا بتضيف له الايبهات آآ بتاعت او ممكن بتاعها لو هي او او اه هاردوير آآ لو تتذكروا بقى في اللي احنا شرحناه في الفيديو قبل اللي فات قلنا انت عندك حاجة اسمها ده اللي بيكون عمستوى ده ممكن يكون هاردوير او شفتوير الهاردوير يبقى بيكون لي سيريال كده حاجة اسمها اي كوين انما لو شغل آآ سوفتوير يعني آآ على شيرنج مع كروت النتورك العادية فانت ممكن هنا تحدد الطرج الانشياتور بقى اللي هو المكان اللي هيستعمل اللاندي انه ممكن نضيفه بالدين اي اس او الاي بي يعني انا ممكن هاجي هنا اقول له مثلا ايه آآ الاسكس اي مسلا مية تنين وتسعين دوت مية تعمين وستين دوت مية دوت مسلا اآ مية وحداشر ومسلا آآ في بردو عندنا مسلا الاسكس اي مية واتنواشر اللي هي الاسكس اي اللي عندك بايزة ما تحب دول يقدرهم بي اكسس وعندك اسكس اي تالة رابع خمس ضيف زي ما تحب ما فيش ايه اي مشكلة ده كده يبقى انت بتحدد ايه اللي يقدر ينضاف هنا يعني كعملية ايه آآ نقدر نقول بديلة عن عملية كيوزة ان يمبسرده مع ان الخطوة اللي كانت تقدر برضو يبقى فيه لكن في حالة الاسكس اي ما بنستعملش ان يكون يعني لو عملنا كده هنا مش محتاجين ان احنا نستعمل آآ طبعا هنا بقى كتفاصيل في اللي هو بيستعمل اللي دي بقى تفاصيل ما تفرقش معنا خالص ولا هنحتاجه احنا في السيناريوهات آآ بتاعنا طيب في الحالة دي احنا مش تعمل يوزة ان يكون عندنا اكتر من في كده خلاص احنا كريتنا يعتبر دي كل التفاصيل لو قلنا له كريت هيبدأ الكريت دلوقتي لايه كريت ايس كازي تاريشوف على طول طبعا خلص على طول لان المسحة صغيرة المسحة لو اكبر شوية هتاخد وقت اكتر شوية هنا كريت الايس كازي فيرشوال ديسك الدسك اللي هو الخمستاشر جيجا كريت التارجت بتاعنا ايه اللي هو اعتبر الويندوز سيرفر ده هو ده التارجت بتاعنا باللان ده حدد لنا مين اللي يقدر يأكسس مين يقدر يأكسس اللان دي اللي هو الويندوز اللي احنا ضفناه وحددنا اللي فيه المفروض لو قلنا له كده عندنا وهنا تحت هو ده بقى هنا اللي هو النيم كامل يعني هتلاقي الاسم ده حتى تلاقي مكتوب مايكروسوفت كزا لان زروان ليه الانواة ده بيكون الايكوين ده من ناحية الايس كازي سيستم نفسه عشان ده لو حابب تضيف زي ما هنشوف بعد كده يعني تحدد او تضيف لان معينة زي ما هنشوف بعد كده انت ممكن تضيفها مانياو او ديناميك كل مجرد ما هدلو الاي بي بتاع الويندوز سيرفر ده او الستار ويند او اللي هو الشيرت ستوريج او الايس كاز ستوريج سيستم ايا كان بقى المسامة وبتستخدم ايه لو قلت له ديناميك تدلو الاي بي يديك لستة بكل اللان اللي موجودة. المفروض دي لقية لو روحنا هنا على الفولدر اللي احنا مكريتينه اهو كاريت لنا برضو اميج. اه اه اسمها لان زيرو وان. هنلاحز هنا الجميل ان هو المساحة بتاعتنا يعتبر بادي بحوالة اربعة ميجا لان احنا كنا عاملينه فكسد ان هو يستخدم ده بزبط زي كده في في الديسك على مستوى وهنا بيستخدم بس المساحة اللي احنا استفدنا منه. المفروض بعد كده لان دي لو ضفناها او استخدمناها مع اي يعني وبدينا نحط على ده او ملفاتها وغيرها تبدأ المساحة تكبر معناها. تكبر لغاية كام لغاية الخمستاشر جيجا? الان احنا محددين له هنا كام? خمستاشر اه ده كده لايه الشكل بتاعه? حتى الان هطلاحز تحت النوع يقول لك ايه التارجت الان مفيش اي حاجة اه مستعملة حتى الان اللان به. كده اه اللان بتاعتنا جاهزة عن طريق استخدام الويندوز سيرفر ايس كازي اه تارجت. جاهزة عادي خالص ان انت بقى تبدأ تضيفها او تعرفها على الاس ايكس اي وده طبعا اللي احنا هنشوفه الفيديو الجاي اه ان شاء الله. يبقى حاليا احنا شرحنا هنا في في الطريقتين ان انت تقدر توفر اه ايس كازي اه تارجت هنا لو يعتبر كشيرد ستوريج او ايس كازي ستوريج سيستيم او شيرد ستوريج بطول بقى ما اه تدخل في تفاصيل وندور على حاجة هاردوير وفيزيكال او الكلام ده لقى الموضوع عندنا بكل بساطة بقى للامكانيات تقدر ستتعمله سواء على ستار ويند سواء على اه ويندوز سيرفر الطريقتين متاحين هيدونا نفس النتيجة في الاخر بكل بساطة احنا محتاجين في الاول في الاخر عشان نكمل باقي المواضيع بتاعتنا اللي بعد كده اه لان زي ما قلت لحضراتك قبل كده في بعض المواضيع كابرييري كوزيد بالنسبة لان يكون عندك اه 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 داتا ستوري شيرد ما بين اكتر من اس اكس اي يعني لان من ضفع الاكتر من اس اكس اي فبالتالي ده نقطة مهمة جدا ان انت لازم تتدرب على لابده كويس وتوفره ده كده كان موضوعنا النهاردة وان شاء الله الفيديو الجاية هنشرح بقى ازاي نعرف اللان اللي احنا كاريتناها دي على اس اكس اي او اكتر السلام عليكم